المنافسة العسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا والصين تشتد في مجال الفضاء منعكسة على سباق لتطوير الأقمار الاصطناعية الخاصة بالتجسس تفاصيل أكثر عن هذه الأقمار والمزيد بالتأكيد مع الزميلة دينا فياض دوما دينا أهلا وسهلا صحيح هاني شكرا لك رح نحكي أكثر عن هذه الحرب حرب التجسس في الفضاء مشاهدين قبل غزو أوكرانيا اتهمت الولايات المتحدة روسيا بحجل جنودها على الحدود لبدء العملية واستندت تقاريرها إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية في واشنطن سلاح الجو الأمريكي مسؤول على أقمار التجسس أما وكالة ناسا فتشرف على المهمات المدنية والعلمية وكجزء من القوات الجوية الأمريكية أنشأت واشنطن أيضا فرعا خاصا عام 2019 يسمى القوى الفضائية لا تزال الولايات المتحدة تحتل الصدارة في امتلاك الأقمار بعدد يصل إلى نحو 576 قمرا منها أقمار للتنصت وأخرى أيضا للتصوير التجسسي تسمح برصد الأهداف بالصورة والصوت أيضا الأقمار الأمريكية هي نفسها عرضة للتجسس فعام 2020 حذر تقرير الأمن الفضائي من بلوغ تجسس الأقمار الروسية والصينية على الأقمار الأمريكية ذروته الاتهامات طالت القمر الروسي كوزموس الذي بدأ مهام التجسس والتشويش على الأقمار الأمريكية بعد ثلاثة أيام من دخوله المدار خلال عام 2020 هذا النشاط الفضائي الروسي في هذا المجال يبدأ بمنع الأقمار الأخرى أولا من مراقبة روسيا فقبل عامين ابتكرت مؤسسة روس كوزموس الروسية وسيلة لإخفاء الأنشطة الروسية السرية هذه العملية تتم من خلال إنشاء محطات أرضية لاسلكية إلكترونية تحجب قنوات نقل المعلومات عن أقمار التجسس الأخرى المنافسة الفضائية احتدمت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير العام الجاري فموسكو أطلقت قمر بيون ان كي اس الذي يرصد تحرك حاملات الطائرات وأيضا تعيين إحداثيات الأهداف بدقة لمصلحة سلاح البحرية الروسي الصين أيضا تواكب هي الأخرى أنشطة الفضاء التجسسية فعام 2018 أطلقت مشروع أقمار التجسس الصناعية الجديد الذي يحمل اسم يوجا أقمار المشروع تستخدم أشعة الليزر لرصد غواصات على العمق 500 متر تحت سطح المحيطات وبداية العام الجاري أيضا أفدت تقارير غربية بأن بيكين تخطط لمشروع ضخم لإطلاق أكثر من 13 ألف قمر صناعي المشروع أثار مخاوف من احتمال استخدام واسع النطاق لهذه الأقمار للتجسس على الولايات المتحدة وأيضا حلفائها اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمواكبة أخرى تطورات والأحداث السياسية معي أنا دينا فياض